أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقعي العباد وحانيت الإسرائيليين على الحدود مع لبنان مشيرا إلى تحقيق إصابات مباشرة في المقابل شنت القوات الإسرائيلية غارة على أطراف بلدة رامية في الجنوب اللبناني كما أفاد مفادنا بقصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات الجبين والنقورة واللبوني والإضافة إلى علم الشعب ويرون جنوب لبنان انضم إلينا من مرجعيون جنوبي لبنان مفادنا يعقوب بهداه يعقوب ماذا في آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم كارولينا تكففت بشكل كبير جدا خلال الساعات الأخيرة أو الساعة الأخيرة من اليوم الهجمات الإسرائيلية على المناطق الحدودية اللبنانية القوات الإسرائيلية استهدفت ما مجموعه إحدى عشرة بلدة على الحدود اللبنانية ما بين القطاعين الغربي والأوسط بعض هذه البلدات استهدفت مرتين أو ثلاثة مثل طرحرفة ولبونة وبنت جبيل وكذلك استخدمت القوات الإسرائيلية في هذه الاستهدافات المدفعية والمسيرات بشكل أساسي حزب الله استهدف بشكل متتالي مرتين متتاليتين موقع حنيتة الإسرائيلي المقابل لبلدة لبونة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وقال إنه حقق إصابات مباشرة لهذه الثكنة العسكرية في حنيتة كذلك نفذ هجوما ثالثا هذه الهجمات الثلاثة التي أعلن عنها حزب الله وتبناها اليوم لم يبلغ حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر كبيرة في ما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية في بنت جبيل يبدو أن أحد الاستهدافات الإسرائيلية كان في محيط مدرسة في البلدة ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات في هذه الاستهدافات الوضع يواصل على الملوان نفسه من التصعيد خاصة في ساعات المساء إذ يبادر حزب الله بشن هجمات في هذه الساعات وتكثف القوات الإسرائيلية ردودها على ما تصفه بأنه مواقع ليستخدمها حزب الله لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه المواقع الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف صباح اليوم بلدة رامية التي استهدفها بضربات جوية متعددة قال أنه كان يدمر منصة لإطلاق الصواروخ تابعة لحزب الله وكذلك استهدف بنية تحتية تابعة للحزب في بعض المناطق الجنوب اللبناني دوت صفرات الإنذار في قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان في القطاع الغربي في الناقورة تحديدا دوت فيها صفرات الإنذار مساء اليوم وهذه الصفرات تدوي عندما يقترب القصف أو الاستهداف من حدود منطقة قوات اليونيفال كذلك كان هناك صدى اليوم في الجنوب اللبناني لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياه والتي قال فيها أن حسم موضوع شمال إسرائيل وإعادة السكان إلى بيوتهم سيكون إما بالسلم أو بفتح الحرب مع حزب الله وهذه الحرب التي يتحدث الجميع عنها لأن ما وصلنا إليه حتى الآن هو تصعيد متبادل هجمات متبادلة في ساعات محددة من اليوم إسرائيل أحيانا تهاجم حزب الله فيما تصفه بالهجمات الاستباقية لتدمير البنية التحتية وأحيانا تكون ردا على هجمات الحزب الذي يستهدف البلدات الإسرائيلية وكذلك الثكنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية شكرا جزيلا لك من مرجعيون جنوب إبنان يعقوب بهده شكرا